واللي فيها برضو بعض السلبيات واللي البعض اعتقد او البعض بيرى وانتقده وصدرت عقوبات ضد نادي زمالك بسبب طبعا اخفاء الكرات في الدقائق الاخيرة لمباراة القمة وامبارح كان في تصريحات مهمة للدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر حول هذه السلبية مفجر مفجأة مهمة جدا ان الواقع دي مش لاول مرة تحدث في مباراة القمة ولكن حدثت ايضا في مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية واللي صعد من خلالها نادي الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية معي على التليمية